نفذت أمانة منطقة جزال 565 جولة تفتيشية ورقبية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية لتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقبية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية مفيدة أن تلك الجولات رصدت من خلالها 56 مخالفة وأغلقت 7 محال حيث طبقت اللوائح والأنظمة البديلة أو البلدية بحق المخالفين